السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي عندي العطف موضوع العطف آخر موضوع صفحة 78 رح نشرحها وخلصنا كتاب القواعد هذا آخر موضوع العطف وإن شاء الله على الفيديو اللاخل نحل التمارين خلينا نقرأ القاعدة المعطوف عليه والمعطوف كلمتان بينهما أحد أحرف العطف للدلالة على اشتراكهما في أمر من الأمور وهما متطابقان في العراب ومن جملة حروف العطف تكون للمشاركة مثل أحضرت القلم والقرطاس والفاء للترتيب مثل السباق في الإخلاص محمد فعلي وثم للترتيب مع التراخي في الزمن مثل حضر المتسابقون ثم المحكمون هس رح نشرحها بالورقة وفهمكم عليه زي هنا عدي العطف شلي معنى العطف؟ عدي بيها ثلاثة أقسام اللي هو المعطوف عليه والمعطوف وأحرف العطف أولاً المعطوف المعطوف عليه ثلاثة أحرف العطف هذا العطف المعطوف عليه والمعطوف كلمتان بينهما أحد أحرف العطف خلينا نأخذ مثال مثلاً أحضرت أحضرت القلمة القلمة والقرطاس أحضرت القلمة والقرطاس زي زي هس يقول لي استخرج العطف استخرج المعطوف عليه والمعطوف وحرف العطف أول ما نجي على أحرف العطف اللي هو الواو هس رح نأخذ أحرف العطف هذا من هو هذا الواو حرف عطف زي اللي قبل دائماً قبل حرف العطف يعني أي كلمة قبل حرف العطف يسموا المعطوف عليه المعطوف عليه وبعد أحرف العطف يسموا المعطوف ها عيني فأحرف العطف اللي هي سرح أخذها عدي الواو قبل لحرف العطف اللي يسموه المعطوف عليه يعني القلم المعطوف عليه الواو أحرف عطف والقرطاش المعطوف خلينا ناخذ أحرف العطف أحرف العطف عدي ثلاثة أولا الواو الواو المن يعني نقول تكون للمشاركة تكون للمشاركة يعني شنو للمشاركة مثلا أنا الواو هذا أحضرت القلم والقرطاش هذا الواو للمشاركة المشاركة بين القلم والقرطاش هاي يسموه للمشاركة زي خلينا ناخذ بعد مثال بالعلمي والعملي نبني الوطن زي وين أحرف العطف الواو هذا خفي يقول لك استخرج العطف أحرف العطف هذا هذا حرف العطف تفيد من تقولون للمشاركة زي وين المعطوف المعطوف وين المعطوف المعطوف دائما ورا حرف العطف اللي هي العمل هذا المعطوف والمعطوف عليه اللي قبل أحرف العطف هذا المعطوف عليه هذا حرف العطف اللي هو الواو زي ثاني حرف شعندي ثاني أحرف العطف الفا ثانيا أقول الفا الفا هنا للترتيب أخذنا الواو للمشاركة هسا الفا المن للترتيب زي مثل يش الفا سلمت سلمت على خالد فمحمود سلمت على خالد فمحمود وين أحرف العطف الفا هذا حرف العطف اللي هو الفا خالد المعطوف عليه ومحمود المعطوف هذا الفا زي ثالثا أحرف العطف اللي هي ثم ثم هنا للترتيب مع التراخي في الزمن للترتيب مع التراخي في الزمن مثل يش نأخذ مثال أكل الطفل أكل أكل الطفل تفاحا ثم عنب وين أحرف العطف ثم تفيد من للترتيب مع التراخي في الزمن وين المعطوف عليه تفاحا هذا المعطوف عليه وهنا أحرف العطف وعنبا المعطوف زي نأخذ أمثلة نأخذ أمثلة مثلا عندي وصل المدرسة علي فخالد وصل المدرسة علي فخالد سيقول لك استخرج المعطوف المعطوف عليه وأحرف العطف أول مرة أحرف العطف الفاء الفاء شنية شقلت للترتيب وعلي هذا المعطوف عليه وخالد المعطوف نأخذ بعد مثال أخير وكافي حضر المتسابقون ثم ثم المحكمون وأنا أحرف العطف ثم تفيد من للترتيب مع التراخي في الزمن المتسابقون المعطوف عليه والمحكمون المعطوف هاي عيني شرح موضوع العطف وإن شاء الله على الفيديو الجاي نحل التمارين وإن شاء الله التوفيق